مسعيدنا وشرفنا نتواجد معنا في مقر موقع الله كورة نجم حراسة مرمى النادي الاهل ومنتخب مصر عبدالرحمن حميد اهلا وسلام بيك اهلا بيك وبرحب بيك طبعا اهو البداية بدايتك كانت في قطاع ناشئين في الاهل كرة قدم وبعد كده انا قلت اليد ليه اللي ما خلاكش تكمل في القدم اه لا انا كنت فعلا اه بدأت العب في قطاع الناشئين في الكورة من انا خمس سنين كنت اه كنت انكسر الدنيا في الكورة الصراحة حتى يعني انا كان نفس فريق كان مصطفى الشوبر وعبدالمينعم والناس دي كانت جيدي يعني فانا اعرفهم من الفين و خمسة لما احنا لسه فااااااا الا اخلاني ويكملش كان فيه وقت كده كان جال لي اصابة في رجلي وانا والدي كان دايما بيخاف عليها من الاصابات وكده من الرباط الصريبي والحاجات دي لشان انا كان يلعب كرة كنده رباط الصريبي برده فااااا كلم معاي يعني اللي هو انا كنت برضو كان سنة 2008 بالضبط انا كنت لعب كرة عادي لحد 2013 بس انا من 2008 بتاعت لعب هان دبول مع الكرة حتى في النادي كانوا دايما اللي هو بتاعت لعب لعبتين ولعبتين صعبين يعني ومواعدهم كتير وكده فكان دايما الكتاعة بتاع اليد بيبقوا عايزين نبطل كرة وبتاع الكرة عايزين نبطل يد فلحد ما 2013 كده جات لي يعني يصابها في رجلي وانا والدي كان بيتكلم معي دايما ان هو مش عايزين ننعب كرة يعني عايزين ننعب اي حاجة تاني وكان خايف علي ما يقول لكم يصابات فجات لي بقى في اليد عادي بس فبطلت 2013 يعني كرة اول مركز لعبتي في اليد اه حارس مرمى ولا جربت مسلا وينج دايرة لا انا كنت روحت يعني كنت روحت كده انا كان كل الموضوع كان بالصدفة يعني كان ولد صحبي كانوا كان معاه في المدرسة فهو كان شعب جسم كبير فهو صحبي دا بلعب حرس كرة يد فقال لي و الفريetzung كانش فيه غيره فقال لي انا محتاجك تيجي اللي هو تبقى جون معي وكذا فاااااااااا كابتن كابتن احمد مصطفى فااااااااااااااا الاول ما بينماسك الفرق سياتها كابتن عمرو عطية فهو برضو كان بيشوفني ان هو شعب جسم كبير فو مش فريقي لو ان لعب جون ولا لعب لعبة. هو قال لي اعمل كده زي زي اللعبة يعني. فطبعا مش هارف اعمل اي حاجة قال لي بيقولك يروح عفل جون. فبس من ساعتها بقى فعلا وقفت اول تمرينا دي. خلاهم كلهم يشوتوا علي وشوتوا علي دربات جزائق بطير زي جوان الكرة بس بسود. فخلاني بقى من ساعتك. كملتم بقى لحنا. مم. بطولة عام ناشين الفين وتعالتاشر كانت بداية معرفة الجمهور بكابتن عبد الرحمن حميد. خدت فيها افضل حارس. في الفترة دي جالك عقود احتراف في الخارج? اه. كان آآ الفين وتعالتاشر اول ما خلصنا كاس عالم. كان جالي آآ عرض احتراف في نيم اللي بيلعب فيها سند وساعتها راح دودو وآآ دلوقتي مهاب. وآآ وجالي من كزا فرقة كان جالي فردار المكدوني كان ساعتها اصلا كان ساعتها ديفيد اللي ماسكو هو فينيو. وآآ وبس ومن ساعتها بقى بدأت يجيلي عقود احتراف كتير بس انا اول ما راجعت من كاس عالم جددت العقدة مع النادي الاية فعمل العقدة محترفين. بس فمدارية ساعتها اربع سنين فما قادرتش ان انا احترف في ساعتها. الا لما خلصنا كاس عالم متخب الاول الفين واحد وعشرين هنا في مصر. كان آآ كان المدارب بتاع آآ بيسلا بلوك يعني آآ تكلم فينيو ان هو عايز ياخدني. وبس وصفرت ستة شهر عراق. طب. آآ في عقود الاحتراف الكتير راجعت لك دي ما فكرش انت تتكلم مع النادي ان انا اجدد معاكم واطلع مسلا سنة اعارة سنتين اجرب اخده التجربة وشو كله. كنت بفكر طبعا بس هو النادي كان آآ يعني من ناس ما كانتش مرحب اوي فكرة احترافي كانوا عايزيني اللي هو اعمل حاجة للنادي الاول اعمل حاجة مع النادي واسفر عن طريق النادي يعني. التجربة بتاعت آآ ويسلا البولاندي دي كانت ستة شهر كانت اعارة. هل كان فيه باند شرق اللي هي كانت فترة اعارة. نعم لأ هو كان الحارس بتاع الفرقة كانت صوب. وهم كانوا محتاجين آآ يعني يجون يكمل الموسم بس. واتفهم الاهلي على عارة ستة شهر. والنادي كان ساعتها فيه الطيار وكان فيه طاها موجودين. فهو النادي يعني راح بالفكرة وقال لي ستة شهر اللي هو يعني ياخد التجربة على في اوروبا ورجع احسن بقى. بعد التجربة دي جات لك اي عروض سواء في نفس الدورة او دورات اخرى? انا ساعة اصلا القفر ده كان جالي قفر في فرنسا من فرقة اه اسمها شامري. بس اه لما روحت وصلب لك خلاص هم جابوا جون تاني للمسلم اللي بعديه فالموضوع هو. حاليا بقى. بعديها جالي بقى بورتو بن فيكا كنت كان فيه كلام يعني الرئيس الجهاز بن فيكا كان كلمني يعني ديركت. بس اه كانت كان بالنسبة لي ساعتها حسيت ان الفلوس كانت وليلة والما كنتش عارف حتى مدرب كويس ولا لا او ما كنتش اعرف اي حاجة هناك عن الفرقة وكانت لسه ما لعبتش حتى في الدوري الاوروبي ولا في الشامبينز ليك ففضلت انه. والدور البرتغالي مقابلتا بالدوري الاسباني والفرنسي والماني. اه بس هو فيه فرقة دلوقتي كويس يعني بورتو سبورتينج لاشبونة اللي راح محمد علي بن فيكا التلات فرقة ده كويسين بالعبوة عن مستوى اروبا بس الدوري نفسه اه الدوري انت بقى انت بتاع تستنى تلعب ماتش يعني. اه السنة تلعب بطولات اروبا عشان تتشاف للفرقة المنافسة. الزبط. كلمنا بقى مشاركتها في بطولة العالم الاخيرة الفين تلاتة وعشرين دولار. يعني اول مشاركة فعلية كابتن حميد. عملت فيها مبارات كويسة ونسبة تصددات عالية. ايه طبعك بقى عن مشاركة في البطولة دي? وفرقة معك في ايه? نا هو طبعا اه هي كانت اه بالنسبة لي طبعا في كانت خضة كبيرة انا انا بلعب بكاس علام منتخب اه طبعا مركز الجن مركز صعب جدا انت بتشيل كل حاجة او يعني. يا تبقى بالنسبة. لو ادت بالزبط لو قدرت ان انت يعني تعمل حاجة كويسة طبعا انت بتاخد زي ما يقولوا كده الكريزة اللي عطرت. ولكن العكس برضو. يعني انت لو مش في يومك لو فماتش مش في يومك او فترة يعني مش في وقتك هي بتبقى حاجة صعبة. فان انت تلعب مع منتخب اول حاجة تبقى كاس علام. انا كان بروندو تكلم معي قبل بطولة ان هو يعني شاف ان ان في تطور كبير في مستوى لان انا كنت برضو من ساعة ما جيه فينيو معنا النادي. كان جيه السنة اللي قبليها على طول. هو اشتغل معي على حاجات معينة. وقال لي دي مشاكلك ولازم نحسنها اشتغلنا عليها. اه لعبنا متشاة كويسة قوي مع النادي. وبعد كده رحت منتخب لعبت متشاة تديها كويسة قوي مع منتخب. فبروندو قال لي انت معايا يعني. وبس في لعبت الحمد الله حتى كنت خلصت البطولة من نسبتي السابع تعريبا على على الحراس في البطولة. خمسة وتعاتين في المية. فلا يعني راضي جدا طبعا عن المشاركة. وبتمنى بقى الفترة الجاية كمان انت بقى احسن يعني ان شاء الله. حميد قبل فينيو لزيرد وبعد فينيو لزيرد. بص هو احنا يعني انا شتغلت مع مدربين مصيرين كتير. هما هما مدربين كويسين ومجتهدين. ولكن هو فينيو عنده ام. عنده ميزة ان هو عنده اكسبرينس. هو بيتكلم. هو بيتكلم في حاجة هو عشا. بيتكلم في ليفل عالي اوي هو لعب فيه. الراجل ده باخد الاليمبيات مرتين. اه هو بيتكلم في تفاصيل. وبيتكلم في بيتكلم في حيط كمان الهدوء والتركيز. هو لا هو هو طبعا على المستوى الشخصي فرق معي جدا وعلى مستوى الجماعي فرق كمان مع محمد ابراهيم وطه جدا جدا. فلا هو مدرب كبير جدا. وانا قلتها بكده انا بالنسبة لي هو احسن مدرب في العالم. هو حتى اجوان اوروبا قدامي ده قدام عيني. اجوان اه كورواليس بتاع فيسبريم اه 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 جوان كرواتيا. كل اللي جوان بيكلموه بياخدوا رأيه بيجهزوا معاه مطشاط. فهو لا هو مدرب كبير جدا يا. مباراة الصور الاخيرة لفريكالي اهلي كسبها. حمايد صد اكتر من الرمية الجزائية وكلهم فرقوا في سيناريو المباراة. الحدي دي حمايد بتدرب على نفسه ولا بتبقى شغل من كابتن فينيو اللي زيورتي مع حمايد ازاي نصد رمية الجزائية? لا بص هو اه 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 طبعا يعني ضربة الجزائية بالزدك اه هي اعتبر مباراة فردية ما بينك انت واللعيب. اه اه هي الفكرة كلها في التوقيت. يعني انت ان انت يبقى عندك اه هدوء اعصاب ان انت تقدر تفكر هو ممكن يعمل ايه دلوقتي او تقدر تفصل عن اي حاجة وتركز على الكورة بس وتركز على ايد اللعيب والحاجات دي اه دي اكيد في التامنين متمرن العين مع فينيو بس هي برضو انت لازم تمتفرج على العيب. تبقى عارف ان هو لو في وقت حاسم ايشات الكورة فين. لو في وقت عادي في الماتش ممكن ايشاتها ازاي. فلا اه طبعا يعني انا بالنسبة لي اغلى صده في حياتي تقريبا هي كورة دربة الجزائي بتاعة مودي اللي في اخر ماتش السيبر الافريكي ده. عشان توقيتها وعشان احنا كنا نقصين وهم لو اجابوها خلاص هم يتعدموا علينا متابرة ماتش خلص. فانا يعني زي ما تقول كده يعني كل تحوشة خبراتي حطيتها في الكورة دي. هو كان شط كرة قبليها دربة جزائي فيها شطها بين رجلي وما جاش في دماغي خالص ساعتها انه شطها بين رجلي وبعد كده وانا نازل دربة الجزائي الاخيرة فكرت انه ممكن يقول هو مش ان انا مش هاجي في دماغي ان هو يشطها مرتين بين رجلي. ويضمنها بقى ان هو جابها كده فيشطها تاني عشان الوقت وعشان خلاص فاضل دي ايه ونص دي. فبس فالحمد الله قدرت ان انا يعني قدرت ان انا برضه افكر نفس التفكير اللي في دماغه ووقف الرجلي ونفس فكرة برضه السنة اللي قبليها دربة جزائي الاحمر في الدوري كان برضه نفس الوقت كانوا هيجبوها يتعدوا. فانا كنت متفرج على على ضربات جزائي الاحمر كلها وضربات جزائي والمكان اللي هو بيحب يشوت فيه والمكان اللي هو آآ بيشوت فيه في الوقت الكريتكل يعني فقدرت برضه الحمد لله ان انا صدها يعني. الحمد لله. بعد الاصابة بالصريبة شفنا فيديو من محمد ابوتريكا نجم النادر اهري واسطورة ويوجه رسالة كابتن حمايد. احكينا بقى عن كواليس الفيديو ده. وهل في تواصل بينك وبين كابتن ابوتريكا? لا هو كابتن ابوتريكا طبعا يعني زي ما نزكو ده بتقول معشوق الجماهير هو انا على مستوى الشخص انا بحبه جدا متعلق بيه جدا يعني ممكن انا حبيت الكرة بسبب بوتريكا يعني انا لما كتبالعب الكرة كان معي اه ساعة واقومت كتبالعب كرة كان معي في نفس الفريق اه احمد طري السيمان ابن كابتن طري السيمان فالفترة دي كان كابتن طريسيمان مدرب حراس الاهل كان بوتريكا ليسة في النادي. فكابتن طريسيمان انا كنت مترابع معها فهو كان عارف قدي انا بحب ابو تريكا وكده فكان دائما بيخليني توصل معي يعني كان بالنسبة لي ده بقى فهم? فمن ساعته انا اعرف ابو تريكا هو يعرفني كوي رسياني بس. الفترة الاخيرة الاهلي كانت عنده موطة سلبية ان هو بيخسر قدامي الزمالك في في اخر دقيقة وستواني الاخيرة. في اخر سنتين العكس حصر بقى الاهلي اكثر ثبات واكثر هدوه بقى بيكسب المتشاط دي. الفارد ده زرعوا ديفيد ديفيز ولا خبرات اللاعبة اكتر والخبرات الاتسابعة من مشفات يعني اعتقد الحاجتين يعني احنا فعلا اخر اه يعتبر اخر لان انا اول مرة لعب فريق اول كانت عفين وتساعتاشر في يعتبر خمس سنين احنا حتى التلات سنين اللي قبل اخر سنتين احنا كن نكسب الزمالك كن نكسب من اخو منهم بطلاط. ما انهما كانوا جيل ازاها بساعتها في الزمالك كان لسه موجود سيف الدرع يحل الدرع وكريم هنداوي وحسن كده. اه طبعا هما خبراتهم كانت اعلى مننا لانهما كان يعتبر منتخب مصري بالله منتخب مصر. اه زي ما انت بتقول هو ديفيد زراع فينا لانه هو ديفيد الشخصية الشخصية بالذات الشخصية قوية. هو الشخصيته قوية وهو بيزرع فينا كده وهو بيتعامل معنا بالطريقة دي. وبيتكلم معنا دايما في موضوع ان انت اخر وقت لازم تبقى واسك ان انت لا تكسب حتى لو انت خسرون. ودي حصل كزا مرة مع الزمالك السنية دي سنة تستعلم. فلا اه دي حاجة خبرات اكتسبتها اللعيبة من كتر مدسوط ومن كتر الضغط اللي اتعرضنا له وفي نفس الوقت ديفيد برضو شخصيته حاسمت حاجة زي كده. نرجع للمباراة الاخيرة. بتاعة آآ مباراة الثلاثة الفايزة. الشيوت الاول الاهلي ما ظهرش بالصورة الجمهور كان مستقنية. خرجنا متأخرين بفارق هدف بعد ما كنا بتقنين الفرق هدفين. قال لكم ايه بين الشتين وانتو كلعبها اتكلمتوا مع بعض. وطبعا الشيوت تاني شفنا في نقلة تانية حصلت والقالي كسب المباراة بفرق آآ ست هدف. ايه اللي حصل بين الشتين من وانتو كلعبها اتكلمتوا مع بعض. هقول لك حاجة هو احنا الشيوت الاول احنا لعبنا بشكل كويس جدا. خصوصا دفاعيا ومحمد الرين كان متقلق الشيوت الاول. ولكن كان مشكلتنا هجوميا. احنا ما كناش بنوصل الجون او ما كناش بنحط كرة في الجون. كنا بنضيع كتير جدا. اه بنخسر كرة كتير جدا. اه هو ما كان مش من اول دخل علينا كان هادي جدا 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 لكن يتكلم معنا في الحتة دي. احنا عاملين مطش كويس جدا من ناحية الدفاعية. ولكن احنا بنخسر كتير كور كتير في الهجوم. فلازم نركز ان احنا نضمن الكرة في الجون وان احنا ناكد كل كرة. وده اللي عملنا فعلا مع بداية الشيوت تاني الدفاع فضل كويس زي ما هو. محمد الراهيم بيصد. ركزنا في الهجوم. ربنا كرم الحمد لله فرقنا من الاول ومطش كان بتاعنا من اول عشر دقايق في شدة التانية. الموسم الحالي الاهلي كسب فيه ربعية. الدوري. اه السوبر افريكي. السوبر مصري. طولة افريكي اللي عندها طولة الدوري. تقييمك ايه للموسم الحالي? اه ده الموسم الافضل في حياتي الحد لوقتي في مسيرتي يعني مع النادي. احنا سنة فتاة قدرنا ناخد السوبر الافريكي والدوري والكاس. اه يعتبر لعبنا تسعة بطولات اخر سنتين. كسبنا سبعة. فلا انا شايف ان هي فترة نجحة جدا لينا. عم مستوى الفردي ومستوى الجماعي طبعا. اه الموسم ده قدرنا ان احنا نكسب اربعة من ستة. اه لأ يعني شايف ان هي حاجة كويسة جدا وانجاز كبير. لان برضو مفيش حد بيكسب كل حاجة. يعني هي في فترتك انت تقدر على قد ما تقدر 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 تكسب عدب اوطلات كبير. انا بشوف ان دي حاجة نكحة ان احنا حتى كنا اخر حاجة خسرنا كاسة كويس من الترجي. رجعنا الحمدل وقدرنا ناخد الدوري وننهي الموسم شكلة كويس. طواقعتك ايه? ليه مشوار من انتخابنا في اولمبياد باريس الفين واربعة وعشري. موسم مجموعة صعبة جدا. احنا معنا فرنسا والدنمارك والماجر والنرويج والارجنتين. هو على ورع كده اا اول ماتش اهم ماتش في البزولة احنا اللعب الماجر. هو بيفكر نفس تفكيرك. ان لان فرنسا والدنمارك اقوى شوية. والنرويج اقوى من الماجر. فبيسعد اربعة من المجموعة. فالتركيز كله على اول ماتش. هو ده زي ما بيقوله اللي هيفتح السكة او هيفتح الطريق ان انت توصل لها بعد ما كان في البطولة. فبتمنى ان احنا ان شاء الله نقدر نكسب الماتش ده ونقدر ندخل الولمبياد من بدري. وربنا يكرم يعني ان شاء الله نحاق بقى حاجة كويسة كده وما ديري ان شاء الله. ان شاء الله. وروح انت مورات النهائي قدام الترج. حكينا بقى الكواليس اليوم ده ورد فعلك مع مع كرة افشة اللي خبطت في العرض. اا لا طبعا هو يعني بص هو لك حاجة اا احنا كنادي اهلي بقينا بصراحة بقينا متعودين على المطساط دي والضغط ده. اا فريق كرة ما شاء الله اخر اربع سنين اخر اربع سنين امن الفين وعشرين اا بيوصل النهائي كل نسخة اا واخدين تلق بطلات من اخر اربعة. اا مطش الترجي كان اا كان اا الاجواء كان جميلة جدا ان انا روحت الستاذ من بدري جدا الجمهور كان يعني الستاذ متأفل وجمهور الترجي كمان جيب صورة كويسة صورة كبيرة اا لا اا انا كنت شايف حتى ان مستوى المطس نفسه ما كانش على اعلى حاجة من فرقتين ولكن انت بالنزالك المطسطات دي المطسطات دي بتتكسب فعلا ما بتتعبش فلا كله يتقفشك هتتخلص المطسط تشير الضغط من علينا اخر ربع ساعة ولكن وهو شطح حلو جدا ولكن بقى الحظ او النصيب يعني فبس بس الحمد لله ان احنا قدرنا ناخد البطولة كابتن محمود الخطيب اسطورة الوزير الراحل عمري فروق يعني لا الوزير اللي ارحمه هو مستشخصي حد غالي عندي جدا شفت منه كل خير هو شخصية كويسة شخصية جميلة بالذات حتى بعد اصابتي كان جالي على طول يعني انا كنت رحت المستشفى كلمني قال لي ارجع للا قتل دلاتي حالة لان انا جاي لك جالي اه جاي لعقد تجديد تجديد النادي وقال لي حط الرقم انت عايزه واندي اه النادي الاهلي يعني بيقف جنب ولاده وانت اديت النادي كل حاجة ودحقك فلا افتقدناه طبعا وبهديله الاربع بطبعات اللي فاته ايه كابتن خليد عاون واحس باش ساعد كابتن طريق محروس اه مندرد كبير كابتن ديفيد ديفيز اه وحشني بارون دو جارسي اه مندرد كبير جدا يعني اه افاد المنتخب اه بصورة كبيرة جدا اه اعتقد انه هو من الافضل المضربين في العالم يعني. فين يولوزيرت? اه سطورة برضه. احمد لحمر. سطورة الاساطير. افشا. الهدف الاعلى تعريبا في مسيرة الكرة المصرية يعني يعني بالنسبة النادي العالي. كابت انا ابو طريق. امير القلوب. حزر فزر. النادي الاهلي انشئ سنة كام? آآ الف تسعمائة سبعة. هقول لك مصطلحات كوري القدم وتشوف انت عارفة ولا لأ. في السوكة آآ في المقص في في اقصى الزاوية. تشميسة آآ تشمس العيب بالكورة يعني تعدي الكورة من فوقية كده وتاخدها. كوبري بين رجل الجون طبعا. اه بين رجل اللاعي بصدي. بانينكا لو تآ بترفع الكورة برجلك كده يعني مش بالبسيعة عادي بتترفع كده او بتسطها من فوق الجون. آآ رابونة اللي هي من من وراء بالرجل التانية من وراء الرجل كده. آآ اول مرة مصر رايحة كسر عالم سنة آآ تقريبا آآ تسعمائة اربعة وتلاتين تقريبا. مين سجل جون وانتخب مصر قدم في كسر عالم الفيه اتنين وعشرين? صلاح بس. آآ اهلي كورة قدم كسب الدوري المحلي كم مرة? آآ تلاتة واربعين. آآ وانشاء الله سنة ده ربعة واربعين اعتقد يعني. اشتركوا في القناة